أنت سامع طبعا أنا أتكلم عن الفوبيا ونجل الشباب مش عايزين يتجاوز يا حبد بحقيقة جدا على اختيار الموضوع الحقيقي الموضوعات المهمة جدا وموضوعات اللي أنا دايما حتى على المستوى الشخصي وعلى المستوى الكتابة دايما بركز فيها لأنه دي قضية أمن قوم دي لأ أدنى يعني مبالغة استقرار الأسرة اللي هي وحدة بناء المجتمع ده شيء يعني في منتهى الأهمية وفي منتهى الحرج اللي لازم أننا نتوانع على أننا نحارب نحن النهاردة بنحارب الأفكار دي اه بالضبط احنا عندنا أزمة كبيرة جدا جاية من أنه بعد بعض الأحداث اللي مرت بيها مصر ومر بيها العالم العربي وصلنا لحالة من السيولة الفكرية والسيولة المجتمعية والسيولة الدينية ما بقاش عندنا مفاهيم واضحة لأي حاجة من الحاجات اللي كانت أصلا سوابت عندنا أيوة كانت سوابت يعني سوابت بالضبط يعني دي كان عندنا تقاليد وعدات في كل حاجة احنا البنت ده لما ابتدت تخلص جامعة وتتجوز قلنا عليها تأخرت في الجواز بالضبط يعني عندنا سوابت كده لازم بنتي يلاقيها بتتخطب ألاقي العرسان داخل خارجة كده في الباب من أول أولى جامعة من سنوية عامة أولى جامعة بالضبط كده كان سنوي تاني يعني أنا فاكرة أنا انا اتخطبت وكنت في تانية سنوي آه اللي هو يعني ده الطبيعي بعد كده دي سوابت طب خلاص ما تخطبتش في سنوي يبقى في الجامعة تقولك اللي تدخل جامعة ومتتخطبش يبقى كده مش تتجوز بعد ما تخلص جامعة فدلوقتي السوابت دي كلها اتغيرت ياحمد يعني ومتكلم أي بنت دولت تقولك لا لا أنا جامعة دلوقتي حدش كلمني خالص طب خلصت جامعة لا لا أنا لسه هشتغل واعمل كارير ايه ده ده سوشيال ميديا عارفة أنا أقبل تأخر الزواج سواء عند الولد أو عند البنت نتيجة للظروف المحيطة به اللي هو ملوش تصرف معاه يعني بنت ما جالهاش عريس أنا تقبل ده تماما وبالعكس ما ديبقاش الجواز هو محور اهتمامك الوحيد والكلام ده كله ولد ظروفه مش مساعداء انه هو يبدأ ويفتح بيت سواء ظروفه العقلية سواء ظروفه المادية أي ظروف مش مساعداء تماما لكن انه ده يتحول لمعتقد ويتحول لأسلوب حياة ده بقى الأزمة دي الأزمة الكبيرة فقدوا عندنا دلوقتي زي ما حيك قلت بالضبط في اللينك الأولاني على انه لما تقولي لحد عقبالك فعلا بقى ايه ده دي مش عارفة وكتب بوست على الفيسبوك عملت واحد في الحتة فرانية وقال لي عقبالك ايه ليلة الأدب لا اه اه يتخد ويتدايق منين جابنا انه قصة لما حد يقولي عقبالك ففرح نكون حضرين فرح فنقول لواحدة نقول لواحد عقبالك فالموضوع بقى بالنسبة لهم إهانة جابنا منين الكلام ده يعني جالنا منين جالنا نتيجة انه بقى خلاص احنا بقينا بنستمد اللايف ستايلز مش بتاعتنا من بره بقينا شايفين انه اي حاجة بتتعمل بره هو ده الصح وهو ده المزبوط وهو ده اللي احنا لازم نعمله علشان تراصنا مش حلو علشان عادتنا وتقاليدنا مش حلوة ودي عادات وتقاليد قديمة ما بقيتش خلاص تنفع دلوقتي وده مش صحة للأسفة